على مساحة واحدة اجتمعت أشهر المطاعم الشرقية والغربية لتقدم أشهر المأكولات وبنكهات مختلفة وطعامات متعددة حيث يجد الزائر في شارع الأكل ما يطيب له من حلويات وطعام ويتعرف على الجديد منها في جو ربيعي مستقطبا مختلف الشرائح السورية كتير فكرة حلوة وكتير متحمسين كنا إلا وكل شي فاتح هون ظريف جربنا كتير شغلات كله ظريف والقعدة حلوة وبجو كان كتير حلو للصدفة فكتير فكتير فكرة حلوة الفكرة كتير كتير حلوة صراحة نحن بحاجة لهيك أفكار ببلدنا لأنه دائما تعمل تجديد وخصصا أنه عم يعرضوا كل شي عنا بالشام خصيصا مطاعم وأكلات عم يعرف على ثقافتنا وكما الناس عم تغير جو يعني جو كتير حلوة والأعدات حلوة يعني في هيك روح حلوة يعني العالم كلها مجموعة ويسعى المشاركون من أصحاب المطاعم إلى جدو الزوار عبر أطباقهم الشهية المقدمة في الهواء الطلق وعلى مرأة من الزوار وبطرائق مميزة الحقيقة أول شي كنا خايفين منها لأنه أنا كما عم أقول لك أول مرة منشارك بس هيك كتير شغلة حلوة وفيه إقبال كتير شديد مثل ما نكون شايفين على المكان بشكل عام والعالم حلو يعني عم تدوق من كل شي وعم ترجع على المكان الأطيب طبعا بكل الأصاص يعني فكانت مشاركة كتير حلوة لأنه كتير نحن استفدنا منها حتى هي تعرف العالم على المطعم يعني يقدم مشارع الأكل العديد من المأكلات بدءا من الواجبات الشعبية السورية وصولا للأطباق الغربية ودليل الزائرين للتعرف على أشهر المطاعم في دمشق وتناول وجبتهم المفضلة في الهواء الطلق شارع الأكل واحد نحن كانت تجربتنا الأولى وتجربة المطاعم الأولى تعلمنا من أخطائنات والمطاعم تعلموا كيف يتعامل مع الوضع رجعنا هلأ بشارع الأكل اتنين بنسخة أقوى بعدد أكبر منه الشاركين ومن الحضور بفعاليات مختلفة صار عنا عدد كبير جدا من المطاعم وصار عنا المبدأ الجيد أنه صار في عنا بالنصح نعنين كافيهات بإطلالة جميلة وحلوة وصار في عنا إيفنتات موسيقية خفيفة لحتى تعطي جو عام جميل وضمن أجواء ترفيهية ونشاطات ومفاجآت عديدة يمتد شارع الأكل أحد عشر يوما ليكون فرصة ودليلا لجميع الزوار للتعرف والاستمتاع بأشهر المأكولات وقضاء أجمل الأوقات سلوة فشحادة الغد دمشق